على مدار عام مضى ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تبعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية بل أؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم المتنوع الجامع لكافة مكونات المجتمع المصري وإنني إذ أكرر تحياتي لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة فأنا أدعوكم إلى بزل الجهود لإنجاحها واختحام المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق وأكيدا دعمي المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة وأتطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهاية وفي النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة وأتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين عليها وعلى تنظيمها فمسلنا العزيزة الغالية تستحق منا أن نبزل من أجلها الجهد والعرق والدم وأن تجمعنا على حبها